الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتباع هده إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة طيفنا في هذا اللقاء بما شاء الله تعالى في هذا المسيط طيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي أهلا وسهلا بك فضل الشيخ أحياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإقواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح استمعينا في كل مكان لا زال حدث الشيخ جزاء الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشماء المحمدية يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية للقصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وفي هذا اليوم أتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه وفي مواعظه صلى الله عليه وآله وسلم فلقد ثبت باستقراء سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباستقراء سنته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يخطب على الأرض ويخطب على المنبر ويخطب على البعير ويخطب على الناقة فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وعظ وذكر وعلم كان يجلس على الأرض كما ثبت أنه بعد صلاة الصبح حينما ينتهي من أذكار صلاة الصبح يلتفت إلى أصحابه ويحدثهم ويحدثونه ويسألهم ويسألونه فيجيبهم صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقول هرأ أحد منكم الليلة رؤيا وكان صلى الله وسلم يخطب الجمعة على المنبر وربما خطب على بعيره كما حصل في حجة الوداع والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الجمعة أحمرت عينه واشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحمرت عينه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وكان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يخطب قائما كما قال تعالى عنه وتركوك قائما وكان إذا افتتح الخطبة افتتحها بحمد الله والثناء عليه وتعظيمه سبحانه وتعالى والمتأمل في خطب النبي عليه الصلاة والسلام يجد مدارها على حمد الله وعلى الثناء عليه وعلى بيان أوصاف كماله وذكر محامده وذكر جلاله سبحانه وتعالى وكذلك تدور خطب النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم الناس أركان الإسلام وأصول الإيمان وذكر الجنة والنار وذكر المعاني وذكر الأمر بتقوى الله عز وجل وبالاستغفار وأيضا يعظ الناس ويذكر الناس صلى الله عليه وآله وسلم ويبين لهم ما في اليوم الآخر من الأهوال وغير ذلك وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب حمل عصى معه يتوكى عليها وهو على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم وكانت خطبه على ما يخطضيه الحال من حاجة الناس والنظر إلى مصالحهم فكان عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم وكانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام قصيرة فلقد كان يطيل الصلاة ويختصر الخطبة صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو القائل إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه يعني دليل وعلامة على فقه وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب ودعا يشير بأصبعه السبابة صلى الله عليه وسلم عند ذكر الله وعند دعائه وكان ربما استسقى على المنبر دعا يوم الجمعة فيستسقي وهو على المنبر وجاء في الحديث الصعيم الحديث أنس أنه استسقى حينما جاءه رجل دخل عليه وهو في الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال وانقطع السبل فادع الله فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى بدى بياضه بطيه يدعو الله ويستسقي يقول أنس وما في السماء من قزعة ما في ولا سحابة فأرسل الله عز وجل سحابة فانتشرت على المدينة فمطره أسبوعا يعني سبعة أيام والسماء تمطر فدخل رجل من الجمعة القادمة قيل نفس الرجل السابق وغيره قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال انقطعت السبل الله أكبر يعني بسبب الفيضانات التي حصلت من كثرة الأمطار فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يستصحي في الجمعة السابق يستسقي وفي الثاني يستصحي أن يطلب الصحو ماذا قال قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابت الشجر فذهبت السحابة وملأت الأودية وسقت الأشجار التي حول المدينة وامتلأت الخوابي وهكذا هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خطبه معتدلة صلوات ربي وسلامه عليه وكان يكثر من ذكر الله في الخطبة ويحث الناس على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المهتدين المتقين وأسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المقتدين المقتفين أثر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد أراك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الله كارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0-5-5-1-6-8-8 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6-6-8-8 لمشتركية صلاة هنا فضل شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6-6-8-8 يقول في مسجد المقبرة وقبل صلاة الجنازة وقف ابن المتوفى وقال أنه يرفض أقامة طوابير للعزاء بعد الدفن كذلك يقول في المنزل فهل فعله صحيح وكيف من الممكن أقامة عزال الميت طبقا للسنة الحمد لله من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت عز أهله وتنوعت التعازي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام منها ما يكون في المقبرة ومنها ما يكون عند قبر مثلا ومنها ما يكون في المسجد فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي على قبر لها فقال لها اتق الله واصبري لا شك بأن هذه تعزية اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصابي ولم تعرف بأن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها في ذلك فذهبت تعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت لما عليه فقال إنما الصبر عند صدمة الأولى وكذلك في المقبرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بأن يستغفروا لهذا الميت وقد يكون عز أهله في المقبرة وهو في المسجد حينما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب جلس حزينا يرى الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام والصحابة حوله والمقصود بأن الأخ الفاضل الذي قال للناس هذه العبارة ما كان ينبغي أن يكون بمثل هذا الجفاء كان الواجب عليه أن يقبل التعازي في المقبرة ما في بس التعزية هي التسري ووقوف الناس طوابير من باب التنظيم والترتيب فقط حتى يعزونه ولو أتوا إلى بيته وعزوه لحرج في ذلك المنهي على الاجتماع على الأكل والشرب أو الاجتماع لقصد الاجتماع هذا الذي جاء النهي عنه أما التعزية فهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التعزية في المقبرة التعزية في المسجد في الشارع في البيت هذا كله مشروع نعم ساكل الخير تنصيخ وأحسن الله إليكم معنى بناصر تفضل السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بناصر الله حييك سلام عليك سلام عليك الشيخ حزيز الله حزيز صاغة من برنامج جميع المستمعين الشيخ عندي سؤال في الصلاة الصلاة الربعية أم يوم أم صلاة المغرس في الركعة الثالثة هل من الواجب أن أقرر فاتحة أو ممكنك به أذكر الله سبحانه وتعالى فقط مجرد فاتحة وإذا كان أقرر الله سبحانه وتعالى هل صلاة جائزة أم غير جائزة دوما أقرأ الفاتحة أطردك حزيزة والرابعة وإذاكم الله خير الله يحفظك مناصرة تسمع إن شاء الله لجاء فرص شيخ أخي مصبح تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك أخي مصبح تفضل حياك الله أخير ونسلم عليك الشيخ عزيز إياك الله أهلا وسهلا ومرحبا طلع أمرك بمحصوص أذكار الصباح هل لها مثل وقت محدد أحياناً الإنسان يصلي خلاط الصبح ويعقب ينام إنش يمكن الساعة ثمانة تسعة إذا ما علي دوام هل يبن الأذكار متى ما قام وإلا ممكن يبن قبل ما ينام لي بعد الصلاة على طول نعم هذا السؤال يعني إن شاء الله زاك الله خير خمصة بحتاس ماشا الله الله يحفظك وبدر تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله وبدر الله يبرك فيك زاك الله خير الله يحفظك طالع أمرك السؤال للشيخ عزيز زا الله خير طالع أمرك لبعض الأشخاص الآن يتكسر من وراء الموسيقى الآلات الموسيقية يعني مهنته الوحيدة ما عنده مهنة ثانية الشغلة الوحيدة هي شو الآلات الموسيقية دق الطبول النفق والجربة فيقول هذا رزقي أنا يعني يوم تقول له هذا ما يجوز له يقول لك لا هذا هذا الله قاتل مني لي وهذا رزقي فأبغي يرأي شرع بس في هذا إزاك الله خير إزاك الله خير بارك الله بيك شكرا شكرا بوزا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بوزا الله يحييك شيخ أنا عندي سؤال للشيخ الله يحفظك نعم عندي طالع مركزا مثلا رجل ترك وصية يتعد موت عنده ولد ما يتبع جناس بسبب المخالفات يتفير فهل هذا طالع مركز الوصية يعني راجب تنزيلها ولا أنها طالع مرجم بعد موت الانسان هذا إن شاء الله مشكور شكرا شكرا بوزا شكرا أخراج تفضل عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخراج تفضل مش شكرا الله بالخير بسيك بالعافية تفضل تفضل الفضيلة التليخ ماما تروعية كتابة على الشاهد شاهد القبر الفاتحة على المرس امو فلان فلان فلاني وآآ اذا كان آآ ما في شيء ترى ما في شيء. لكن اذا كان آآ غلط. خليل يعتبر اسم. مبارك الله فيكم. ان شاء الله. ازاك الله خير اخ راشد. نعم مكالم اخرى. اخ مروان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله بركاته. عليكم السلام ورحمة الله بركاته. حيك الله اخ مروان تفضل. الله يحييك ازاكم الله خير. وياك الله يمارك فيك. والسؤال على طول انه يقوم ويصلي الجنازة ولا في مجال الانتظار مثلا دقيقة ودقيقتين عشان المصلين بطافتهم الصراء. يلحقون على الصراء. ان شاء الله. واضح السؤال? واضح ان شاء الله. ازاكم الله خير والله يحفظك اخ مروان. اخ محمد فضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله بركاته حيك الله اخ محمد. بارك الله فيك. الشيخ هنا ترى ترى هذا اكثر ناس في الهند ولا في الامارات. يعني بعد ما يتوفى الرجل لازم يسوى الطعام اكل زيد. في ناس يعترضون يقول انت سويتوا عظيمة مثل عظيمة العرض. لا تسوى الطعام. هذا سوى بير سوى مسجد او شيء. شو افضل شيء. هذا اللي سوون طعام مثلا مثل عظيمة في الاوخات. بعد توفى الشخص. هذا جائز ولا ما لازم وكيفية تكون هذا السوال. سوى ثاني شيخ. بارك الله فيك ما عليش. اه بعد سوق الجمع مع اه طريق مليحة. في طريق زحمة. اللي ناس راحين في بجيرة وخور فكان خلي روحوا طريق خور فكان. انه هنا في زحمة ما يعرف شو مسبب. سزاك الله خير. سزاك الله خير اخ محمد الله. نعم. بحبيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة الله بحبيب. الله يكريم. شكرا لنا بخير. شيخ عندي توال بس بارك الله بيك. نعم. اه قبل كم يوم كانوا صلت اه احد المساعديني. اه صلاة المغرب. اه الامام بالركعة الثالثة يصلم. صلاة يعني كان صحيح. احد المصلين اه نبهوا انه لسه انتبعدك بالركعة الثالثة. الركعة الثانية. فقام الامام جاء بالركعة. نزيل. تصلينا اربع ركعات مثل ثلاث ركعات. فبعد ما طلينا طبعا صار هيك شوي بالمسجد. فالمهم كل واحد ساعة بحاله وروح. الان هيك صلاة صحيحة او لازم تعد الصلاة. يعني الامام قاموا اتاب الرابعة وسجد للسهو. نعم. الامام اتاب الرابعة وسجد للسهو. نعم. سجد سجدتين للسهو. نعم. ان شاء الله. والله ان شاء الله. ازاك الله خير بحبيب. نعم. نجي فضل شيخ على السلة. سؤال اه بناصر يقول في الصلاة ثلاثية والرباعية. هل يجوز المأموم ان لا يقرأ الفاتحة او للمصلي ان لا يقرأ الفاتحة يقرأ مثل يأتي باذكار وادعية. الحمد لله بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة. ركون من اركان الصلاة في كل ركع من اركان الصلاة في قول جماهير اهل العلم. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بانه كان يقرأ في كل ركع من ركعات الصلاة بسورة الفاتحة. هناك مذهب فقه معروف ذهبوا الى ان الواجب قراءة الفاتحة في الركعتين الاوليين فقط. واما في الركعتين الاخريين او في الركعة الثالثة من صلاة المغرب فيقرأ ما تيسر من القرآن. يعني مما يتيسر معه. وهذا القول ضعيف وترده النصوص الشرعية. وطبعا لهم استدلالات عامة. مثل قول مثل قول الله عز وجل فقرأ ما تيسر منه. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا كله نصوص عامة لكنها او مطلقة لكن تحمل على المقيد من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة من قوله ومن فعله وهي قراءة الفاتحة في كل ركع من ركعات الصلاة. ذلك الله خير فانصيخ واحسن الله اليكم. لخم صبح يقول هل اذكار الصباح وقت محدد. يقول مثلا اذا نام بعد صلاة الصبح مباشرة واستيقظ مثلا في الساعة التاسعة هل هو ان يأتي باذكار الصباح. الحمد لله بالنسبة لاذكار الصباح سميت باذكار الصباح لكونها تقال في الصباح. والصباح يبدأ من اذان الفجر الثاني في الصحيح من اقوال اهل العلم. ولذلك اذا قالها من بعد الاذان فقد اتى بها في وقتها وتستمر معه الى طلع الشمس. ولو قالها بعد ارتفاع الشمس مثل ما ذكر الاخ مصبح في سؤاله بانه تركها او ترك الاذكار حتى استيقظ الساعة التاسعة لا حرج في ذلك. اما اذا مضى وقت او اذن الظهر فقد انتهى وقت اذكار الصباح. ذاك الله خير فالصيخ ايضا يقول الحكم من يتكسب بالعزف على الالات الموسيقية. الحمد لله الاصل في المسلم ان يبتغي اشرف الحرف وافضل المهن واعلى الوظائف. ولذلك من المهم لكل مسلم ان تكون له همة عالية. وان يكتسب الرزق الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله يسلم انه قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشبهات. فمن اتق الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وصح عنه من حديث الصبت دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما يريبك الى ما يعني اترك المشكوك فيه الى المتيقن منه. ولا شك بان الانسان حينما يكتسب الرزق الحلال سيأكل منه. حينما يكتسب سيأكل منه ويلبس منه ويطعم زوجته وأولاده. ومن وجبت عليه نفقتهم. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كل يقول جل وعلا كل مما في الارض حلالا طيبا. حلالا طيبا. وابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل قال انه يصور يعني حرفته التصوير. ويصور ذوات الارواح. فنهاه ابن عباس زجرة. وقال صور ما لا روح فيه. مثل الاشجار والسماء والارض والانهار والبحار. هذا المعنى. ولذلك يجب على المسلم ان يتحرى الرزق الحلال. زاكرة الخير فضل شيخ ابو هزاء. يقول رجل اوصى ان مثلا ابنه فلان لا يتبع جنازته. هل هذه الوصية يجب ان تنفذ؟ الحمد لله. لا شك في ان مثل هذا السؤال وهذه الوصية تحتها الم. وتحتها حزن شديد. ولذلك اذا كان هذا الولد يستمع الي اوصيه بتقوى الله عز وجل. وبان يحرص على ارضاء والده قبل ان ينتقل الى الدار الاخرة. فان الوالد اذا انتقل الى الدار الاخرة. وهو غضبان غير راض على ابنه فوالله ان هذا له الشقاء. ولذلك واجب على كل ولد سواء كان ذكرا او انثى اغضب والديه او احدهما ان يحرص على برهما واستهضائهما وان يطلب رضاهما قبل ان ينتقل الى الدار الاخرة او قبل ان ينتقل هو. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال رضى الله رضى الوالدين وسخاط الله سخاط الوالدين. وبين عليه الصلاة والسلام ان الوالد يعني الام والاب اوسط ابواب الجنة. اوسط ابواب الجنة. فالواجب على هؤلاء الاولاد الذين فعلا اوصلوا والديهم الى هذا الحد من التصرف الى ان يقول حتى بعد وفاتي لا اريد ان يتبع جنازتي. هذا الدليل على يعني شدة الالم والحزن الذي عانى وقاس منه هذا الوالد تجاه ولده. وتسبب له الولد بمثل هذا الحزن. فنسأل الله ان يهدي هؤلاء العاقين وان يردهم الى طريق الصواب. اه اللهم امين. اما الوصية فهي باطلة. الوصية هذه لا تصح. فلو اوصى وعالد بان ولده العاق لا يتبع جنازته ولا يصلي عليه. هذه لا تنفذ الوصية. لا تنفذ. فلعل هذا العاق يتوب بعد وفاة والده وان كان الواجب عليها ان يبادر الى التوب لانه ما يدري من الذي يسبق الاخر. ولذلك لو وصى فان هذه الوصية لا تنفذ. ساك الله خير فرص الشيخ الاخ راشد يقول الحكم ان يكتب على الشاهد الفاتحة على روح المرحوم فلان ابن فلان. الحمد لله يعني بالنسبة لي الكتاب على القبر على نوعين. النوع الاول كتابة الايات القرآنية والنوع الثاني كتابة اسم الميت. اما كتابة الايات القرآنية فلا شك بان هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. وعدم تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. وقد انكر العلماء هذا الفعل ونهوا عنه وزجروا عنه. ولذلك ايات القرآن ما نزلت لي توضع شواهد على المقابر او على القبور. وما نزلت لي توضع لوحات في على الجدران. انما نزلت لي القراءة والعمل بها. كما يعني امر الله عز وجل بذلك في كتابه. وكما امر النبي عليه الصلاة والسلام اه في سنته بذلك. ولذلك كتابة الايات القرآنية او السورة القرآنية على القبور لا شك بان محدثة من المحدثات وبدعة من البدع. ومخالفة عظيمة من المخالفات. يجب على المسلم ان يتق الله وان ينتهي عن هذا. فان هذه الشواهد ربما وقعت عليها الطيور وحصل تقدير لهذا الشاهد وربما يعني حصل انهيار في القبر وربما سقطت وربما يحصل هناك نجاسات تصل الى هذه الايات القرآنية. فهل يليق بكتاب الله عز وجل ان يعرض الامتهام بمثل هذه الطريقة. والسؤال هل يعتقد من كتب هذه الايات انها نافعة للمقبور مثلا المدفون هذا تنفعه. ما ينفعه الا عمله. يقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. فكل نفس محبوسة على ماذا على عملها. وينتفع الميت بدعاء الحي كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصداق عنه والاستغفار له. هذا الذي ينتفع به الميت. اما وضع الايات القرآنية سواء على شاهد او على غير شاهد هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. اما مسألة الكتابة كتابة الاسم. هذه مسألة خلافية. قد جاء في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يجسس القبر وان يبنى عليه. جاء في لفظة وان يكتب عليه الكتاب يعني اسم الميت مثلا. هذه اللفظة مختلف فيها. فمن اثبتها منع. ومن لم يثبتها قال بان الامر واسع. وقال وذكروا بان لهذا اصل. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات الصحابي الجليل الملقب بالسلف الصالح عثمان. اتى النبي عليه الصلاة والسلام بحجر. وضعه عند رأس قبر عثمان. قال اعلم به قبر اخي. يعني اذا زاره. فاخذ من هذا بعض العلماء الذين يذهبون الى جواز الكتابة. جواز الكتابة اخذ من هذا الاصل. وايضا يصححون اللفظة. اخذ من هذا الحديث الذي هو اصل في جواز. وضع علامة على قبر القريب. وايضا في هذه اللفظة يصححون. فالامر واسع. مع انني ارى ترك ذلك. او يرجع في هذا الى ولاة الامر. او من يستمدون سلطته من ولي الامر. كالجهات الرسمية المشرفة على المقابر. مثل قضية ترقيم القبور مثلا. يرقب القبر مثلا. يعني يرجع في هذا الى اه ولاة الامر اولى. زاك الله خير اه فضل شيخ اه معنى ابو عيدت. فضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ اسحابة بلطيف وشيخ الجليل دكتور عزيز فرحان اخونا محمد الله المستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز يقول عند الدعاء اه يفضل النظر الى السماء. بمعنى انك ترى السماء. يعني ما يكون بينك وبين السماء اه حاجز او صقف يعني. فمدى مشروعيا هذا اه الكلام. مع ملاحظة انه نحن غاربيتنا لما ندعي ان يكون في بيوتنا او في مساجد والسقف طبعا اغافينا. هذا السؤال الاول. وهو بعد يوم كان قاعد اه يدعو اه كان ما ما ينظر الى السقف يعني. والدعاء يتقصد الدعاء في الصلاة وفي خارج الصلاة. كان في المحاضرة. في المحاضرة. نعم. السؤال الثاني. اه هل يؤجر الانسان على الدعاء دون حضور اه القلب يعني. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والاخير. حكم من يسهر طويلا. حتى نقول مثلا الساعة الواحدة او الثانية الصباحا. ثم لا يستطيع الذهاب للصلاة الفجر في جماعة. هذا طبعا ما دابي واضيه ولا شيء. يعني مثلا انا اشهر مع اصدقائي في المقهة. انا شخصيا اشهر. اه لين الساعة الثانية صباحا. لكن يوميا الحمد لله صراحة الصباح اصلي في جماعة. انا اكون فيه. يعني هذا يقول ان تسهل هذا السؤال. وجزيكم خيرا. ازاك الله خير بعيدا. الله يبارك فيك. يعمل الشيخ السؤال او معنو اخي المرد. فضل. ابو محمد فضل. السلام عليكم ورحمة الله ابو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل محمد. على السحاب على ابو. الله يباركيك محمد يا حفاظ. الشيخ عزيز الدكتور. مرحبا مسهلا الله يحييك حالك. الله يحييك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وانت سالم. اقول للشيخ سوالي اطويل عمر ابقى اطمن يعني. الانسان ابقى اطمن كل شي يعني. حياته. و عندي عيادة رقصة تجارية. الطبيب مسلم. ممكن ثلاثين سنوياي. على الحين حصل من هالعيادة انا ثلاث تلاف درحم شهريا. بس العماء بينها هنا يا شروط. اي 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 انا ابغي منك شهريا. انت ويا يا شيخ. نعم نعم فضل. ثلاث تلاف درحم. مم. وصافي وبعجي لك. وعندي مسيت. ومسيت المحسنين المسلمين يعني. ما اقول لها مسي. مهم عحين ابا سوي الرق هناك. اه. اللي حاجتنا هنا رق ولا بير ولا طوي. عشان ما يسبيل وحق الزراعة شي. مهم. ولهاي الانتاج العيادة. يعني يقدر اصرفهم هناك في المسيت. ابا اطمن شيخ بس هاي السؤال يزاكم الله خير احسنتكم. ان شاء الله. ازاك الله خير الله يحفظك بمحمد. تسمع ان شاء الله الرد. نعم نجيبها السيخ السؤال من اخ مرغان. بالنسبة يقول لي صلاة الجنازة هل بعد صلاة الفرد مباشرة يقوم من الامام يصلي على الجنازة او له ان ينتظر قليلا حتى ينتهي المسبوق من صلاة الفريضة. الحمد لله بالنسبة لصلاة الجنازة الاصل التعجيل فيها. هذا هو الاصل. ولذلك دلت مجموعة نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على افضلية التعجيل في الصلاة على الجنازة وفي تجهيزها عموما. لكن ان قدمت الجنازة في المسجد والامام انتظر لوجود مسبوقين يقضون الركعات. لا بس بانتظار دقيقة دقيقة نص دقيقتين مثلا. هذا لا يضر ولا يعني يؤثر في قضية التعجيل في تجهيز الميت وفي وفي دفنه دقيقة او دقيقتين. اما اذا لم يكن ثم احد مثلا وجميع اه المصلين يعني في حالة يعني جاهزين فيصلي مباشرة. نعم. سأك الله خير فالشيخ اللخ محمد يقول في بعض الاحيان نرى اه العزاء كأنه يعني عرس من كثرة يقول الولاء والعزاء وال اه فيقول هل اه هذا الامر اه جائزة او الافضل يقول بهذه بهذه المبالغ ان نبني مسجد او نعمل مثلا صدقة لصدقة جارية للميت. الحمد لله بالنسبة لهذه المسائل اكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف الشديد دخل مسألة الجنائز اه بدع كثير ومخالفات والنبي عليه الصلاة والسلام ابطل كثير من الاعتقادات التي كانت موجودة عند اهل الجاهلية في تعاملهم مع الجنائز. منها النياحة ومنها صنع الطعام اهل الميت تصرعون الطعام ومنها مثل هذه المبالغات. ولذلك للأسف الشديد دخل الناس جهل واهواء جعلتهم يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ذكره الاخ السائل من كون اه بعض مناسبات العزاء تتحول الى اه اشبه بمناسبات فرح لمن مر حتى ان الانسان يعجب من كثرة الولائم وكثرة الاشرباء والاطعمة التي توزع في اه العزاء حتى ان بعض الناس اصبح يتردد على خيمة العزاء مرتين وثلاثة يقول الحمد لله محصلين غدا وعشا. وهذا لا شك بانه مخالفة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما اتاه نعي جعفر ماذا قال? قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغلهم. ولذلك اهل الميت ما يصنعون الطعام. وانما يصنع لهم جيرانهم اقاربهم مثلا لانهم مشغولين بالعزاء. عندهم يعني عزاء وعندهم مصيبة. اه يعني لا تسمح هذه المصيبة لهم بان يطبخوا وينفخوا. او هم يشترون من المطعم مثلا. الان الحمد لله مطاعم كثيرة. او اذا جاءهم ضيف مثلا من مسافة بعيدة يعزي يعني ضيفوه. اما ان يقوم الناس اه يقوم اهل الميت بصنع الطعام على وجبات ثلاثة ايام او اربعة ايام او يقوم الناس كل يقول الغد عندي والعشة عندي ويجمعون الناس. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد جاء من حديث جرير بن عبد الله قال كنا نعد الجلوسة الى اهل الميت وصنع الطعام من النياح. يعني الاجتماع عند اهل الميت بحيث انه يصبح الانسان اجتمع مرات وكرات وايضا صنع الطعام. اه سواء اهل الميت او يصنع الناس الطعام للناس لغير اهل الميت. مثل ما هو حاصل الان. ولائم اصبحت ولائم. وبعضهم يعني يوزع العصائر بعضهم يوزع المشروبات الاخرى. هذا لا شك بانه مخالفة. واحيانا هذه اذا كانت من اموال الميت. هذا في اعتداء على على الورثة. فاذا كانوا ايتام هذا اكل مال بالباطل. والله جل وعلا يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامة ظلما انما يأكلون في بطنهم نارا وسيصرون سعيرا. واذا كانوا كبارا هذا لا شك اعتداء على اموالهم. واخذها بسيف الخجل والحياء. ما يجوز ولا يحل. واذا كان ليس من اموالهم فهذا ابتداء في دين الله. يجي واحد يقول والله ترى يا جماعة الغد عندي غدا الغد علي والعشة علي في الخيمة. ويجمعون الناس الجيران والاقالب وكذا. هذا ما. هذا مما ابطله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اذا جاءهم الضيوف مثل ما ذكرتنا. مسافات بعيدة. الضيف يبقى غدا ويبقى عشة. فلو صنعوا للضيوف لا بس. وصادف ان واحد جاء الخيمة ولا جاء المجلس. واكل معهم لا حرج. لأنه ما قصدوا هذا الكلام على من يقصد هذا الشيء. ويعتقد بانه مشروع. ولذلك تنبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. هذا عزى يدخل الناس يعني يعزون اهل الميت الذين اصيبوا بفقد يعني اه ميتهم هذا. ويدعون لهم. يسلونهم بالكلام الطيب. يصبرونهم. يطلعون. ما في داعي لاطالة الجلوس. ما في داعي لهذا الطعام والشراب. ولكن اصنعوا لأهل الميت. اصنعوا لأهل الميت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك الله خير فالشيخ ابو حبيب يقول انه صلى للمغرب خلف امام بعد ان سلم الامام. احد المؤمومين كان فالشيخ اشكل عليه الامر وظن ان الامام صلى ركعتين. يعني نبه او قال الامام انه يعني صلى ركعتين. والامام يعني صدقه وقام واتى برابعة وسجد لسهو. الحمد لله. عموما بالنسبة لي صلاتكم تامة وصحيحة ولله. الحمد. واما هذه الركعة التي قام اليها الامام بعد السلام وسجد لسهو. هذه ليست بشيء. ليست بشيء. اه وانما صلاتكم الاولى تامة. الامر الثاني ما كان ينبغي للامام ان يقوم مباشرة لتصديق شخص واحد خاصة انه هو متيقن والجماع متيقنين. فكيف يعني يستسلم لواحد اخطأ مع وجود الغالبية في المسجد على انها صلاة الامام تامة. ولذلك الواجب على الامام مستقبلا اذا حصل ان شخصا قال له انت باقي ركعة ان يسأل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى ركعتين في صلاة العصر او الظهر. وقال ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت? قال لم تقصر ولم انسى. قال بل نسيت يا رسول الله. صليت ركعتين يعني. فماذا قال النبي سلم? التفت الى ابكر وعمر. فقال اكذلك يعني كما يقول ذو اليدين? قالوا نعم يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بتنبيه ذو اليدين. ما اكتفى بتنبيه وانما سأل. سأل الصحابة رضي عنه. سأل ابكر وعمر للمخلفة ولنها والاحلام. فلما اكد له ذلك قام وقضى الركعتين. فالامام هذا ما كان ينبغي له ان يفعل هذا ويقوم مباشرة. وانما يقول جماعة المسجد هاي جماعة ما رأيكم. كلام صحيح ولا لا. مثلا اذا قالوا نعم والله اننا شاكين وفعلا انت انقصت ركعة قام. اذا قالوا لا لا صلاتك تامة متأكدين منها. ما يستجيب لي واحد ويترك جماعة المسجد. هذي يعني ينتبه مستقبل. لكن اطمنك بان صلاتكم صحيحة الاولى. اما هذه الركعة اللي جابها دريست بشيء. ساك الله خير فلق شيخ باعدة. يقول هل من السنة ومن الافضل او من اداب الدعاء ان يكون نظر الداعي الى السماء. الحمد لله بالنسبة لمن اراد ان يدعو يتجه الى القبل. هذا من الاداب. ولو استدبر القبلة او جعلها عن يمينه او عن يساره او كان مستلقيا على ظهره او منبطحا على بطنه او كان في بطن جبل او كان في اي مكان. اه فان الدعاء مقبول. لانه ليس مشروط صحة الدعاء الاتجاه الى القبلة. واما قول بان السماء قبلة الدعاء هذا غلط. هذا غلط وغير صحيح. بعض الناس يقول لك لا تجعل بينك وبين السماء شيء. هذا غلط. غير صحيح الكلام هذا. فالانسان يدعو على اي حال. فاذا تهيأ له وامكنه ان يستقبل القبلة لقبلة الصلاة. استقبل هذا من الادب. من اداب الدعاء. من اداب الدعاء. يونس عليه السلام دعا وهو في ايش. في بطن الحوت. قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما التجه الى السماء ولا التجه الى القبلة. ما يعرف في بطن الحوت. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله على كل حاله. على كل احواله. فلذلك من الاخطاء المنتشرة عند بعض الناس ان السماء قبلة الدعاء. هذا غير صحيح. الانسان اذا دعا يدعو الله عز وجل باخلاص نية واصلاح طوية وبحضور قلب. سواء اتجه الى القبلة. سواء كان في البر في البحر. في الطائرة. في السيارة. سواء كان في بيته. في الصحراء. في اي مكان. ما في داع ان يكلف نفسه ويتجه. وينظر الى السماء. زاكرة الله خير فضل الشيخ. ابو عيد ايضا نقول. هل يؤجر المسلم اذا دعا من غير حضور قلب. الحمد لله. العلماء يذكرون بالنسبة للدعاء. ان يكون مستحذرا لما يدعو. ويجعلون الدعاء على قسمين. دعاء يعني ينفذ ويمضي هذا الدعاء الذي اجتمل على الاخلاص لله. المتابع لرسول الله. وعلى استحضار القلب لما يدعو. يعني يعرف ما يدعو. قالوا هذا اقرب الى الاجابة. اما الدعاء بدون استحضار قلب. فهذا مجرد حركة لسان. حركة لسان. يعني شخص يحرك لسانه وما يدري ماذا يقول. ما يستحذر. اللهم اغفر لي وغير مستحضر معنى اللهم اغفر لي. اللهم ارزقني وغير مستحضر معنى. هكذا. ان بعض الناس سبحان الله اعتاد الدعاء. واصبح يجري على لسانه من دون مواطعة القلب. تشوفه بعض الناس الآن يدعو يلتفت يمين ويسار. هذا الدلال على انه اخذ الدعاء عادة. اصبح يدعو. وهو لا يدري بماذا يقول. حفظ بعض الادعية. والفها. وجرت على لسانه. بدون استحضار القلب. ما ما ادري والله. الله اعلم. هذا هذا. يقبل دعاؤه ام لا. يعني كيف يدعو الانسان بشيء. وهو غير مستحضر. لمعنى ما يدعو. يعني الآن شخص يقول اللهم اشفني. وعافني مثلا. هو غير مستحضر المرض اللي هو فيه. اللي طلب طلب من الله عز وجل أن يشفيه من هذا المرض. الله أعلم. سأكل الله خير فرصيخ. واحسن الله اليكم. ايضا فرصيخ يقول حكم من يسهر ثم لا يصلي الفجر في جماعة. الحمد لله. يعني اذا كان يسهر ويصلي الفجر في وقته. لا شك بانه اتى بالفرض. اما اذا يسهر ويترك الصلاة. حتى يخرج وقتها. لا يصلي لا في بيتي ولا مع الجماعة. فهذا على خطر والعياذ بالله. نسأل الله السلام والعالم. فالله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرصا. موقوتا مؤقت. له ابتداء انتهاء. وربنا جل وعلا ذكر عن المنافقين انهم يقومون الى الصلاة كسالة. قال الله جل وعلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. واذا قاموا الى الصلاة يقاموا كسالة. يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. ولا يليق بالمسلم ان يتشبه بالمنافقين. لذلك الواجب على المسلم ان يعرف ما عليه من الحقوق والواجبات وما فرض الله عز وجل عليه من الفرائض. وان يلتزمها. ولا يجوز له ان يقدم محبوب نفسه ومراد نفسه وهوى نفسه على مراد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخ واحسن الله اليكم. الى هنا مستمعين نصل وياكم الى نهات حلقة اليوم. نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان. نزيل نشكركم انتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. لتقيكم انشاء الله في حلقات قادمة. اهلا ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الارسال هزاء الشعلان من الاخراج على السعيد. تقبلوا تحيات محددكم اسحاق عبداللطيف. السلام عليكم رحمة الله.